اشتركوا في القناة ومن المتوقع أن يساهم في تنشيط الأعمال في أحد أهم المراكز التجارية التاريخية في البحرين وصمم المتجر الجديد وفق أحدث مفاهيم مساحات البيع بالتجزئة وأحدث التقنيات لسهولة التسوق وسيخدم السكان والمقيمين في المحرق ومنطقة البستين وهي مناطق سكنية مكتطة بالسكان ومركز تجاري حيوي في المملكة كل الخدمات موجودة تحت سقف واحد وإن شاء الله أن يكون مصدر خدمة تضاف إلى الخدمات الأخرى الموجودة في محافظة المحرق وهو إن شاء الله سيكون الانطلاقة لمشاريع مشابهة لهذا المجمع التجاري في بقية المحافظات المملكة إننا متفائلون بالاقتصاد المتنامي بالفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة في الأسواق والدول التي نعمل ونتوسع بها وذلك بفضل التسهيلات التي تقدم من هذه الدول فاليوم لقد تجاوز إجمالي استثمارتنا في مملكة البحرين 130 مليون دينار بحريني مع وجود ثماني متاجر هايبر ماركت ومركز التسوق ونحن نسعى دائما إلى توظيف وتطوير الأيد العاملة المحلية حيث يوجد اليوم أكثر من 1200 موظف بحريني من بينهم 450 موظفة بحرينية يعملون في المجموعة وسنواصل دعم خطة توظيف العمالة البحرينية من خلال توفير فرص عمل لعدد أكبر من البحرينيين أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1410 نقاط بارتفاع نسبته 0.10% وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاعي لاستثمار والخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين و175 ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 621 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 58 صفقة أعلنت شركة رامكو السعودية بدأ الأعمال التشغيلية في مصفات جازان ومرافقها ومجمع بريفكيم المتكامل للتكرير والبترقيمويات في ماليزيا بنهاية العام 2019 وقالت رامكو أن الطاقة التكريرية في مصفات جازان ومرافقها تقدر بنحو 400 ألف برميل في اليوم وكشفت رامكو عن دراسة فرص استثمارية أخرى لتحقيق مركز متقدم عالميا في مجال التكرير والمعالجة والتسويق وتحقيق الرؤية الاستراتيجية لرامكو في هذا المجال رهنت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي على تمرير صفقتها للخروج من الاتحاد الأوروبي عندما تخضع للتصويت الرابع في الأسبوع الأول من يونيو الشرط الأساسي لإتاحة المجال أمام البرلمان للتصويت على إجراء استفتاء ثاني حول البريكزيت وأوضحت مي أيضا أن حكومتها ستسمح أيضا للبرلمان بأن يقرر ما إذا كان يريد البقاء مواقة ضمن الاتحاد الجمهوري مع الاتحاد الأوروبي تجاوزت إرادات صناعة توصيل الطعام عبر الإنترنت 80 مليار دولار عالميا العام الماضي مدعومة بشركات التوصيل مثل أوبريتس وديل بريهيرو وغيرها التي تعمل مقابل نسبة من فاتورة مبيعات المطعم قد تتجاوز 30% أحيانا ومن المتوقع أن ترتفع إرادات هذه الصناعة بأكثر من 40% خلال السنوات الأربع القادمة لتصل إلى أكثر من 134 مليار دولار في العام 2023